ومن خلال المقتضاية القانونية أن الابتزاز الرقمي لم تستوعبه بعد القوانين خصوصا لأن الابتزاز جريمة حديثة معاصرة عند علاقة بالعالم الافتراضي خصوصا القانون الجنائي ولكن يبقى دائما يمكن لضحية الابتزاز أن يتقدم بتبليغ وبشكاية حتى يمكن أن يتم البت في هذه القضية هذه الجريمة هي مرتبطة بالتطور الكبير الذي شهدته أنماط الاتصال والتواصل من خلال جمعة من التقنيات الحديثة التي تتيح إمكانيات التواصل عن قرب بالصوت والصورة وبطريقة آنية وهذا الأمر أصبح الآن يعني ابتزاز الإلكتروني أصبح مزعجا ومقلقا للغاية لأنه ترتب عنه مجموعة من الوضعيات المغلة في الأدى والضرر الذي يلحق بالأشخاص بالأسر وحتى بالمؤسسات لأنه حتى على مستوى المهني يمكن أن تتضرر مهنة الشخص مرضوضية الإنتاج وكذلك السمعة السمعة الحالة النفسية العلاقات داخل المجتمع أكيد ويصبح الشخص المعرض للابتزاز في حالة خوف دائم إذا لم يحسن التصرف مع هذه الحالة وربما عبر توالي دقائق هذا البرنامج يمكننا أن نعطي تصورا لما ينبغي القيام به في حالة التعرض بعض الأشخاص إلى ممارسة مثل هذه النوع التي هي ممارسة الابتزاز الإلكتروني إذن فهذا الموضوع هو موضوع مرتبط بالعصر بالمرحلة وإذا لم يتسلح الأشخاص الذين يتعاملون في إطار علاقاتهم مع بعض خلال الأنترنت إذا لم يتسلح بمجموعة من المعارف والتقنيات وإذا لم يحترسوا ويتخذوا الحيطة والحضر فبتأكيد أنهم سوف يكونوا فريسة لمجموعة من المبتزين الذين أصبحت لهم أسماء متعددة في تقافات متعددة فمثلا في فرنسيا أصبح هؤلاء المبتزون يسمون دخلت واحدة الكلمة مصطلح جديد دخل القاموس دخل القاموس بغوتور يعني المجرون بحل هذه الدواب الذين يجرون يعني يجرار ولكن يجرار بمعنى أنه حتى ولو لم يكن له شيء يستثمره لكي يربح فهو يجر أشياء ليست في ملكه ليعيد أكلها ويستفيد منها إذن يجب أن نناقش هذا الأمر ونسلط الضوء عليه نعم